كل أنهم يمجدون تنظيم حماس الإرهابي إخلاء مخيم احتجاجي مؤيد لفلسطين في جماعة فينا طبعا في شفنا إحنا مظاهرات جماعات مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية في كل أوروبا ودين يمكن بنشوف برضو مظاهرة هنا يعني الفرق بين المظاهرتين هنا شباب سوري بيقدم نفسه بحاجة نظام مؤيد لثورة آموا بيها مظاهرة هادئة أصلاقية تحمل لافتات واضحة من دون سب وشتم وقذف ولا تعطيل أي شيء فهي يعني بصراحة وهنا تعطيل الجامعة المستلاء على الحرم الجامعي أنا لن أستخدم هذه المفردات أنا برأيي أن التعبير على الرأي هو حق مكفول في الدستور النمساوي وأيضا الاعتصامات والتواجد في أماكن محددة مثل حرم جامعة فيينا هذا شيء مشروع وهذا شيء لهم الحق بأن يتظاهروا ويوصل صوتهم يعني هذا شيء حقيقي ولكن ولكن أستاذ ممدوح تعطيل قبل التعطيل لم يعطل شيء صراحة هو ما يعطل هو فعليه أثناء فض المظاهرة تم تعطيل الشارع المحيط في هذا يعني لساعات وليلات يعني أنا ليلات صراحة حتى الساعة الثانية ضليتني قاعد وبتابع الأخبار ومننقل كل التطورات المتعلقة عبر إنفو جراد ولكن ماذا قالت لك ماذا قالت المخابرات النمساوية قالت أنه يوجد شعارات وأشخاص متشددين كانوا بين هؤلاء المعتصمين فبالتالي فبالتالي أين القانون هن القبض أين أين الفكرة أن بالتالي هؤلاء الأشخاص يحاولون تمجيد حماس تمجيد ما قامت به من عمل من عمل ومقتلة في إسرائيل صحيح أن إسرائيل مجرمة أكثر من الجميع هذا مفروغ منه ما قامت به إسرائيل هو إجرام من قطع النظير ولكن هؤلاء الأشخاص بقول لك محتجين اليوم ليس ليس من أجل الفلسطيني ولكن بصراحة من أجل تمجيد العنف التي تقوم به حماس حماس التي اليوم هي فعليا تحاول أن تصادر قرار الشعب الفلسطيني كاملا تحاول أن تصادر بطريقة مختلفة اليوم تصادر رأي قرار المسلمين جميعا تصادر العرب جميعا وتقول أنني سأحارب وسأفرد نفسي بهذه الطريقة الغوغائية التي ليست من مبدأ وطني وليس من مبدأ ديني ولكن خدمة للمشروع الإيراني خدمة للمشروع الإيراني من خلال المتاجرة بالفلسطيني اليوم يا سيد الكريم أربعين ألف شخص قطلوا واستشهدوا في غزة ما يصل إلى أكثر ما يصل إلى مئة ألف جريح طب هؤلاء شو وضعون والذي خربت بيوتهم من أقصى غزة إلى أقصاها اليوم مدمرة يعني ما بقى إلا هالجغرافيا البسيطة الموجودة في منطقة رفح اللي مساحتها لا تزيد عن ستين كيلو متر مربع الناس محشورون بها وحماس تصر على هذه الحرب الغوغائية فبالتالي هؤلاء الأشخاص هم سكين مغرر بهم يعني هلأ الأشخاص الذين موجودين في الجامعة أشخاص مغرر بهم ليس أكثر من ذلك صحيح هم عندهم مطالب نبيلة صحيح عندهم هم مواقف نبيلة نريد أن نصل نوصل أصوات الفلسطينين إلى أوروبا صحيح هذا كان ولكن مع الأساس هذه التصرفات الاعتصامات في الجامعات يعني صارت فكرة مستنسخة الكل بده يعمل صاروا يقلدوا بعضهم يقلدوا يقلدوا بعضهم جهاز بغاية مكافحة الإرهاب هنا في النمسا في أي أيام الأولى ماذا قال لك لا يوجد أي مؤشرات تشير إلى أن يوجد أشخاص متطرفين داخل المعتصمين فبالتالي هذه الاحتجاج قائم والمخيم قانوني لا يجد علي مشكلة ولكن على ما يبدو من خلال المراقبة اليوم المخابرات النمساوية ناطقة بالعربية وبالكردية وبكل اللغات يستطيعون أن يقرأوا كل لافتة وكل كلمة تقال داخل هذه المظاهرات فعلى ما يبدو تبين معهم أن يوجد أشخاص متطرفين ونحن نعرفهم هنا في الاسم وبالشكل دخلوا بهذه المظاهرات ولهم أجندات أخرى تحت اسم فلسطين ولكن هي فعليا الخدوة الحماس فقدنا لابد منفض هذه المظاهرة وفعليا هي يعني بإمكانه كانوا يعتصموا يوم يومين وانتهى الأمر يعني إيصال الصوت